تواصل المواهب كراوية مغربية التألق في الدولية الأوروبية بشكل لافت حتى بات لعب المغربين بين أكثر حضورنا من العرب خارج بلادهم كما تنشط مواهب عديدة من أصول مغربية في عندية أوروبية بعدما رأت النور في القارات العجوز وهو الأمر الذي يتيح فرصا كبيرة للمنتخبات المغربية في مختلف الفئة العمرية لاختيار أفضل المواهب الكراوية وأسهمت المواهب الكراوية المغربية في إنجازة كبيرة في الأوام الأخيرة مع المنتخبات المغربية بداية بإنجاز المنتخب الأول في منذ القطر بعد أن احتلل مركز الرابع مرورا بتتويج المنتخب المغربي لأقل من 13 سنة بكأس أفريق الأخيرة ثم تتويج ببرونزية أولمبياد باريس وبزغت مواهب الكراوية جديدة في ألماني هذا الموسم ويتعلق الأمر باللعيب أيوب شيخون الذي يلعب لنادي شباب أنتريخت فرانكفورت اللعيب المغريبي صعب 18 سنة نجح في تقديم موسم كبير مع النادي ليتم منحه شهرة القيادة والرقم 10 وأصبح من بين أبرز اللعيبين الصعيدين في الفريق ورفع أيوب شيخون الذي يلعى في وسط الميدان رصيده إلى أربعة أهداف وستمرت حاسمة هذا الموسم مع شباب أنتريخت ولدي حضو كبيرة ليتم تصعيد لفريق الأمال تحت 13 سنة في الموسم الحالي ويمتلك أيوب شيخون الجنسيتين المغربية والألمانية ونجح الاتحاد المغريبي في السقطاب لمنتخب قبل 18 سنة وتسعى بعض الأندير الألماني للتعاقد معه وأبرزوا بيار ريفر كوزن علما بأنه يرتبط بعقد مع انتريخت فرانكفورت يمتد إلى غاية 2025 ليشارف أيوب شيخون سبقا صرح في أكثر من المناسبة بأنه سعيد بتمتيل المغرب وليفكر في تغيير الجنسية الرياضية مستقبلا حتى وإلى بيتم استدعى اللعب إلى المنتخبات المغربية في فترة من الفترات جدد دول المغرب أمير ترسون التواجد في تشكيل الرسمي لفريق الفيولا لمرة الثالثة له من سبع مباري تعيبة حتى الآن من فعالية الدورة 11 من البطول الإيطالية وشارك أمير في 65 دقيقة في الفوز بمعقل نادي طورينو بهدف الإيطاليكين ونال ثاني أفضل تنقذ في الفوز الذي مكن الفيولا إلى الصعود إلى مركز الثالث براسي 22 نقطة فيما ظل الدول المغرب الآخر أضم صنا في الاحتياط بمفاجأة كبرى بعدما ارتبط بالرسمية منذ بداية الكوتيو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر